اهلا بكم مشاهدين ومستمعين عبر صوت لبنان الى منشاة المساء حراك بلا بركة على الخط الرئاسي ومحاولات للمعارضة لاستجماع اوراق وحدة مفقودة في مواجهة خيار اما مرشح الممانعة او الفراغ وذلك بانتظار بوادر نتائج الاتصالات على خط الرياض طهران وقبيل قمة ايار العربية والى حين استشراف ماذا في جعبة وزير الخارجية الايرانية والذي يزور بيروت من جديد رئاسي فتح وفد المحققين الاوروبيين مجددا في قصر العدل ملفات حاكم المركزي وشقيقه ومعاونيه متبعة للتحقيقات الفرنسية انما حضر الوفد ولم يحضر المطلوبون للتحقيق بداع المرض ولبنان الذي يعاني من امراض لا تحصى سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية الى جانب الشلل في المؤسسات وتوقف عجلة الادارة بفعل اضرابات لا تنتهي وصل ملفه النزوح النائم منذ 12 سنة الى مرحلة بات فيها لبنان لا يملك القدرة على تحمل تدعيته حملات وتصعيد في المواقف وعمليات ترحيل وصفتها المفوضية بالقسرية وبوادر تحركات على الارض قد تنظر بالاسوأ الى جانب الخشية من نوايا مبيتة للمجتمع الدولي لتوطين مقنع للاجئين السوريين في لبنان هذه الموضوع وغيرها نتابعها مع ضيفنا في الاستيديو رئيس تحرير الاخبار في الال بي سي اي الاستاذ جون فغالي الاستاذ فغالي اهلا وسهلا فيك اليوم 26 نيسان ذكرى انسحاب الجيش السوري من لبنان ماذا تقول بعد كل هذه المرحلة وهل فعلا تم الانسحاب بشكل كامل ماذا بقي يا اساسا الانسحاب اللي صار عمليا هو انسحاب نظري لاش انسحاب نظري لانه السوريين كجيش نظامي نصحبه من لبنان نعم ولكن وطن الموازية اللي هي حزب الله بقيت بلبنان عمليا اللي بمسحب الجيش سوري و جيش حزب الله او ميليشيا حزب الله موجودة بلبنان حزب الله كان العمق لاله سوريا سوريا العمق لاله بلبنان بعد انسحابها من لبنان حزب الله فبالتالي بعد 26 نيسان 2005 نصحبت سوريا بقي حزب الله مفعيل الاحتلال بقي ولا لأسف ولكن حزب الله من المكونات اللبنانية الاساسية صحيح حزب الله من المكونات اللبنانية الاساسية كقوة سياسية كقوة نيابية ولكن حزب الله لم يكون جيش داخل الدولة اوقات اقوى من الدولة انا ما بقول دولي انا بقول جيش حزب الله هو دولة اخوى من الدولة بطل موضوع مكونات سياسية هلتا نقول بكرة في طائفة تانية او جزء من طائفة عملت متى ما عمل حزب الله ومنقول كمان انه هيدا الحزب هو مكون من المكونات اللبنانية فاذا منكون رحنا على خمس ست جيوش باللبنان وكل جيش منهم منسميه مكون من المكونات اللبنانية الجيش بوجه من حزب الله عنده عدو حزب الله عنده عدو بس هالعدو انصحب من لبنان بالالفين بعد الانسحاب من الالفين ما عاد في عندك عدو على ارضك صار عدوك خارج ارضك وهيدا عدوك خارج ارضك لازم انت ازا بدك تقاتلو بتقاتلو من ضمن خطة عربية مشتركة انت وسوريا والاردن ومصر عم بحكيك بالدول اللي هي الحدود على الحدود مشتركة مالها العدو نعم ولكن ازا بس لبنان بدي قوم بها العملية لحاله طب اول شغل اللي لازم تنعمل خليلغي لبنان اتفاق الهدنة اتفاق الهدنة للعمل سنة 48 مع اسرائيل مافيك تعمل كمان انت وتقول انا بدي اعمل حرب وفي عام الهدنة طيب لغي اتفاق الهدنة وروح عمول حرب بس ولكن مين بدي اعمل الحرب الدول الليبنانية او حزب الله ازا حزب الله لا مافيك تقول والله حزب الله عنده عدو بدي قتله فازا بكرا كمان في حزب تاني بيطلع بيقول انا في عندي عدو كمان بدي اعمل جيش وبدي يكون عندي مئة الف صاروخ وبدي يحارب لا اللي عم بيصير عمليا وللأسف هو وضع يد على البلد وضع يد على الدولة تحت عدة مسميات استفاد حزب الله من الوجود السوري لسنة 2005 وقت اللي كان موجود الوجود السوري الكل استفادوا والكل التعاونوا معه في فرق في فرق بين استفادوا وفي فرق بين السوري هو امن الغطاء لحزب الله مشان تعمل جيشه هو عمل ترسانته العسكرية هو عمل تدريباته هو كان عنده العمق من ايران لسوريا للبنان استفاد على هيدا المستوى هلا بتقالي في سياسيين استفادوا هيدا اخذ هيدا المشروع وهيدا اخذ هيدا الالتزام وهيدا اخذ هيدا المبعرف شو وهيدا عين هيدا المدير الحام وعمل وزير وعمل وزير وعمل نيب وإلي آخره ورئيس جمهورية ورئيس حكومة بس هيدا شي وانه تعطيه لحزب الله انه تعمله دولي بقلب الدولة وتغطيه وبعدك عم بتغطيه لليوم حزب الله جزء من محور اسمه محور الممانع عظيم مش انه حزب فقط داخل لبنان وهو انت عم تجيب حرك انت عم تجيب حرك يعني حزب الله منه مكون لبناني بس يعني لما بيقول الامير العام لحزب الله انا جندي في جيش ولاية الفقير معناتها عم مش مستحي فيها الموضوع مش موضوع مكون لبناني حزب الله هو جزء من محور صحيح وحزب الله وإيران في تبادل أدوار يعني إيران بتقولك انا لا اتدخل بالشؤون اللبنانية هذا شأن اللبناني اسأله الامير العام لحزب الله مثل ما كانت سوريا تقول بالماضي حتى الرئيس السوري يقول ذات الكلام انا لا اتدخل بالشؤون اللبنانية مثل ما وقت الرئيس حافظ الأسد عطي حديث لصحيفة الأهرام بيقول فيها توافق اللبنانيون على التمديد للرئيس ليس لهراوي يخي طب إذا اللبنانيين توفقوا طب أنت طلعت قلت لجريد الأهرام وتصور مثلا صحيفة مصرية رئيس سوريا عم يحكوا عن التمديد للرئيس اللبناني وبيقول لك توافق اللبنانيون وين توفقوا يعني هايدي جزء من لعبة التزاكي اللي هي خربة البلد بالآخر أنه توافق اللبنانيون على التمديد للرئيس ليس لهراوي أخذ القرار للتمديد للرئيس لهراوي ولقول هايدي التخريج الإعلامي اللي ما ما رأيت على حدا نحنا اليوم نحن وياك أستاذ جون لو لا قرار وزير الداخلية بمنع التظاهرات ربما كنا اليوم عم نتابع على الأرض مشاهد تظاهرات وربما أكتر من ذلك برأيك بملف النزوح هلا تحديدا لماذا فتح ملف النزوح اليوم على مسرعيه مع مواقف إذا بدنا نقول فيها تصعيد ضد السوريين شوف لماذا فتح اليوم برأيي مش هذا الأساس الأساس لماذا لم يفتح بعد لأنه عمليا اللي صير بموضوع النزوح السوري موضوع خطير جدا نحن بالأول وقت اللي كانوا السوريين بلبنان 30 ألف عسكرين نعم كنا نحكي عن عبق سوري بلبنان فلوا 30 رجعوا مليونين نقطة نقطة تانية الموضوع الفلسطيني بلبنان كمان بوقت من الأوقات شكل عبق بس انت بتعرفي اليوم أنه النزوح السوري على لبنان أخطر بكتير من اللجوء الفلسطيني وروح لك لاش سنة 48 وقت اللي فلوا فلسطينيين من فلسطين وتوزعوا بين الأردن وبين مصر وبين سوريا وبين لبنان اللي وصلوا على لبنان لا يتجاوزوا لـ 20 ألف أو 30 ألف وبعدين صاروا 40 ألف نعم اليوم عم تحكي بمليونين عم تحكي بمليونين وهذا مش الرقم النهائي يعني رقم الأمن العام حكي مليونين و40 ألف في عندك اللي دخلوا بعد ما تسجلوا وفي عندك الولادات اللي عم بتتم بقلب المخيمات السورية واللي مش عم تتسجل فبالتالي لاش اليوم لا لأنه صاروا على تماث مع كل اللبنانيين يعني بالأشرفية بتلاقيهم بالحمراء بتلاقيهم الكورنيش المزرعة بتلاقيهم بالجبل بتلاقيهم بصيدة بصور بجنوب بالبقاع ببعلبك بالهرمل بزحلة بالشمال وهم ما كان بتلاقيهم يعني ولم بصيروا على تماث مع الناس ما هودي مش قاعدين بمخيمات لحالهم بتسجل أي ساعة بفوتوا أي ساعة بيظهروا هودي عم يشتغلوا مع اللبنانيين عم يشتغلوا محل اللبنانيين عم ياخدوا أدوار اللبنانيين عم بيحس اللبناني إنه السوري عم ياخد عنه كل شي وأكتر من هك عم تجي مساعدات اللبناني الله يساعدوا مش عم يقدر مش عم يقدر يوصل لآخر الشهر طيب ذكرت موضوع عن المخيمات منهم مش كلهم مخيم مخيمات هون ما بدنا نرجع كتير لورا ولكن وقت بدء النزوح هذا الاحتضان وهذا الترحيب وهذه الفوضى قدت إلى ما نحن عليه اليوم يعني ما كان في قرار من دولة لبنانية مثل ما صار بتركيا مثل ما صار بالأردن بتنظيم هذا النزوح حتى ما نوصل للي وصل أصلا أصلا المشلة الحقيقية هي مشلة الدولة اللبنانية بالأساس لأنه اليوم صار في النظر إذا المواقف السياسية تتحدث عن احتضان ولا تتحدث عن احتضان مش عيدا الموضوع خي فيك تحكي عن احتضان بس ولكن اللي بيفوت على اللبنان بريطبق الأوانين اللبنانية الدول الخليج ما عندهم سوريين وعم يحكوا عن احتضان بس خلي سوري خالف لأنهم بشي دولة من دول الخليج أو حتى بتركيا أو حتى بالأردن يمكن الأردن أخاف بس حتى بالأردن بلبنان لا بلبنان بيفوت كأنه فيت بسوريا محلمة هو ما بيقدر يعمل اللي عم يعملوا بلبنان بيفوت على لبنان كأنه فيت على أرض سايبة وفي قصمة من اللبنانيين عم بيساعدوه يعني اليوم هيدا السوري لو ما لقى بيقى مسهلة بلبنان ما كان عم يعمل اللي عم يعملوا يعني مثلا بيجي واحد بيشغل سوريا بيعرف انه ما في عنده وراقه ما في عنده وما في عنده وما في عنده وبرضو بيشغله لاش لأنه من ناحية يوفر ومن ناحية يقول له ساعة البدق أنا فيني يوديك هادي أول نقطة النقطة التانية ايه الدولة اللبنانية بالأساس كان لازم تاخد قرار بيضبط هيدا الموضوع ولكن نرجع لقصة حزب الله انت عندك بين لبنان وصوريا تقريبا بحدود 300 كيلومتر 300 كيلومتر الحدود المشتركة البرية البرية من النهر الكبير تتجي لسلسلة الجبال الشرقية وصولا لشبعة طيب معظم هايدي الحدود بإيد مين في جيش ولكن الاسم التاني كيف عم يروحوا يجي حزب الله فيها معابر غير شرعية غير شرعية عظيم أنا بدي اسألك سؤال جيش اللبناني عم يعمل الإعلان الأمن العام عم يعمل حزب الله عم يعمل الإعلان ما عنده مصلحة يعمل الإعلان ليش ما عنده مصلحة رحلك لاش لأنه إذا وقفهم ما هو مقضيها فيه الظاهر ما هو مقضيها فيه الظاهر انت لو عندك مشكلة ما فيك تضبط كل حدود فيك تضبط ألف ألفين بس مش ملايين أكتر من هاي بدي أفترض أنا ما قدرت ضبطهم طيب أنت ما قدرت ضبطهم على الحدود طيب حبيبين وصلوا على شطورة ما فيك تضبطهم بشطورة طيب أنت اليوم لو أنت من أول يوم جيت طلبت من البلديات تجي تعمل إحصاء أو تجي تعمل دوريات وتجي تعمل دوريات وتجي تعمل ضبط أسبوعي يعني تعمل ضبط أسبوعي بكل دخلك بالجيش ما بيعملوا تعداد يومي عظيم لو إجت هذه البلديات عملة تعداد يومي أو تعداد أسبوعي بتعرف مين جوا ومين بره وكيف فات وكيف ظهر وإلى آخره هذا بده قرار سياسي عظيم فأزن قرار سياسي مش موجود وهي بيت الدولي مش بكل المناطق عظيم فأزن اللي صار اليوم ما تتعجب تعجب أنه ما يصير طيب تدعيات ما قد ينتج عن تصعيد مواقف حملات إذا بدنا نقول ومؤخرا ترحيل عدد من النازحين لأسباب أنه دخولهم غير شرعي وحتى قاموا بأعمال وارتكابات مخلة بالأمن ما هي هذه التدعيات إلى آين ممكن أن تصل في حال صار ردة فعل ممكن مثل ما صار بين اللبنانيين والفلسطينيين بالـ 75 ممكن يصير بين اللبنانيين والسوريين بالـ 20-23 بكل بساطة لأن ضبطت اليوم طيب طلع الوزير الداخلية ما منوع التظاهر لا السوريين بيتظاهروا ولا اللبناني بيتظاهروا طيب بكرة صار فيه اشتباك بيعكر ورجع صار اشتباك ببعلبك الهرميل وبنفس الوقت صار اشتباك بصيدا وبنفس الوقت صار اشتباك بخلدي شو بتعمل بس ما معهم اسلاح بعد مين قالك في اسلاح ملاحظة مين قالك ما معهم السلاح هي اول نقطة النقطة التانية انت برأيك استاذ اداش بدو تينوجد السلاح هذا ساعتا بيكون بقرار حرب بالبلد بقرار حرب مين اللي اخذ القرار انت كدولة شو عملت تقزى هيدا القرار مأخوض توقف بوجه انت بالخمسة وسبعين كان فيه قرار بتفجير البلد لي تتحول هيدا التفجير الى انابل دخانية تتغطي شي عم بيصير بالمنطقة عظيم طيب شو بيمنع بكرة بتقلي فيه قرار بالحرب هل الدولة اللبنانية ما هو الحكم الحكم هو استشراف طيب اذا انا عمقول فيه احتمال يصير في حرب هل الدولة اللبنانية عارفة حقيقة شو عم بيصير بقلب مخيمات ما ده مش قادرة تحصل الولادات بقلب المخيمات السوريين راح فيها تحصي راح فيها تحصي اذا فيه سلاح جوه او ما فيه سلاح هلأ اللجنة الوزرية اجتمعت وطلبت انه احصق ولادات وعادة تنظيم انتبه على شغلة انتبه على شغلة اللي عملت اللجنة الوزرية اليوم ما اخدت ولا قرار تحصي الولادات قرار مش مأخوض بالسابق ترحيل اللي فاتين خلصة بطريقة غير شرعية مش مأخوض بالسابق طيب لاش ما اتطبقوا هل لبنان اليوم استاذ جان بوضع بوضع مثل ما هو يسمح له بالمطالبة ورفع الصوت باعادة النازحين السوريين الى بلادهم شو بيمنعوا موقعوا بيسمح لهم شو بيمنعوا ولمين هاده الدعوية شو بيمنعوا انا بدي اقولك شغلة شو بيمنعوا انا بدي اقولك اكتر من هك اوي احط سيناريو اذا اجت الدولة الليبنانية انا بدي احط كل النازحين السوريين على الحدود بين لبنان وسوريا ممنوع يكونوا بالداخل لبناني مين بيمنعك في مجتمع دولي شو بدي فيه ما بردي عليهم شو بيصير ما نحنا عم نركض وراهم لا يعطونا لا يعطونا سوية مساعدات استاذ استاذ خلني اقولك شغلة يا بك تربح المساعدات يا بك تربح بلدك بدك اتقرر لانو فينك نستفيدين بالبلد عاصين عاصين انت قلت يا بك تربح المساعدات يا بك تربح بلدك نفس الشي صار معنا بالموضوع الفلسطيني انسانيا وا 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 الى اقريه جينا سنة سنة التسعة وستين انفجر البلد مش الحال بالتلتة وسبعين رجع انفجر البلد مش الحال تسيقتا كانت التالتي سبتي بالتلتعش نيسان الخمسة وسبعين انفجر البلد وراح ميت شقفي اليوم انت اذا بدك توصل لنفس السيناريو وهالمرة السيناريو اخطر هالمرة السيناريو اخطر لانو بالخمسة وسبعين لما بلشت الحرب كان دولارك بليرتان اليوم اذا صار فيه احتمال للحرب بتصير الحرب ودولارك كان وصل بهذا الشهر لمية واربعين الف ليرة تبقي انت بالخمسة وسبعين لما بلشت الحرب كنت طعطي كهرباء لسوريا انت اليوم ما عندك كهرباء عمليا بدك تقرر يابك تربح بلدك يابك تربح لك كم دولار على ظهر النسحين هل الملف مرتبط بالجانب العسكري الامني لناحية العودة لانو قيل انو وقتها عودة امنة وطوعية ولكن الوضع بسوريا ما بيسمح بهذا العودة شوف لمن تسعين بالمية تسعين بالمية من الاراضي السورية بطل فيها حرب طب لماذا بدي بقوا في لبنين لي انا عم بسأل السؤال انا لماذا بدي لانه عمليا لانه عمليا بدك رأيي ما بدونيهم يرجعوا بدونيهم بديا خلوهم بالبنان النظام السوري ما بدو بش المجتمع الدولي كل المجتمع الدولي اي وانا شو بدي في للمجتمع الدولي لانه عمليا لمن انت بتجي بتقول عودة طوعية وامنة ووووو يعني ما بديك ترجعهم انا بعطيك مثلة كتير بسيطة هني قلبهم عن نازحين مجتمع الدولة. عشيه. هن قلبهن ع حاله. هن قلبهن ع حالهن. خوفا. نور حقلك لاش. نور حقلك لاش. النازح بلبنان بكلف 200 دولار بالشهر. النازح بأولمانيا او بريق بيطانيا او بفرنسا او 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 بالدول الاوروبية بكلف بالشهر 1800 ارو. بيقلك بدفع انا 200 دولار عكل نازح بلبنان. وبريح راسي. خليك هونين خي ما تجي لعد. هي اول نقطة. النقطة التانية. لمن انت بتبلش تحط الشروط. انت ما بدك تعمل شيء. دي سبب كتير بسيط. وقت ان العمل اتفاق الطائف. وبعد سنتان. وبعد سنتان. لازم ينسحوا السوريين الى البقاع وحددوا شو الخط. شو اجاب الاتفاق اللي حطوه هيدا البند اللي حطوه السوريين. بعد بعد اقرار الاصلاحات السياسية بطريقة تسطورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. اوكي. يصار الى الطلب الى الجيش السوري الانسحاب الى البقاع. الكلوز هون شو هي. انه حكومة وحدة وطنية. لو بطلع بيقلك السوري شكلته حكومة. بس هيدا مش حكومة وحدة وطنية. فبالتالي بيضل باللبنان. والقصة زيتها اليوم بيجي بيقلك انه عمليا انا بدي. ازا طلع السوري قالك انه انا ما بدي ارجع. بطل الطوعية. ما بقى فيك تقوله شيء. ما انت فيك تطلع. معناتها بمجرد حطقت كلمة طوعية. عناتها عم تقوله استاذا تحب ترجع بيقولك لك لك انت ما فيك تعمعه شيء. نفس الشيء. نفس الشيء بالموضوع الفلسطيني. بالموضوع الفلسطيني. الفلسطيني اللي من اجا عالبنان ستة اثمانة واربعين. ورجع صار الموج التاني من النزوح سنة السبعة وستين. ازا انت اليوم بدك تيجي تقوله للفلسطيني او للدول العربية خي انا عندي نصف مليون فلسطيني مش قادر تحملون يتوزعوا عندك اراضي عربية لدول عربية شيء صعب. نعم. طب شير عني مية الف ميتان الف منبلش نحكي بالاتهامات شو العنصرية طيب بيقولك ما بدي توطين مظبوط. انت اليوم لبتقدر تضهره بالمليح. اوكي. ولا بتقدر تضهره بالقوة انت بدي بقى عندك. يعني من سنة 48 لليوم ملقيت حل. انت وشو بتقللون بموجة بالقرار الدولي مية واربعة وتسعين لازم يرجعوا اسرائي. انا بدي رجعون. انا كل اللازم طب عندك 21 دولة عربية. انا عندي نصف مليون. وانا اصغر دولة عربية. طب لاش انا بدي احمل لعبء الاكبر. نفس الشي هلا بالنسبة للنزوح السوري. فيه توجه للتوطين ازا بدنا نقول مقنع لحد الان. مقنع هيدا التوطين امر واقع. هاي. لاش مقنع لشو مقنع يعني ما اسمه توطين. اسمه سوح. فيه توطين امر واقع. بس قاعدين يعني التوطين هو قاعدين مع كل العالم. فيه توطين امر واقع. يعني اليوم السوري. اليوم السوري. لما عم يتعلم بمدارسك. ايه. وهلا بلش ياخد مناهجك. وعم يتطبب عندك. وعم وقعد بقلب مجتمعك. ببلاش. ايه شو اسمه هيدا? هيدا شو اسمه? هو التوطين شو? هيدا يقعد عندك ما يفعل. يقعد عندك. اوكي. طب هيدا شو اسمه. يعني عم نلعب ع الكلام. عم نلعب ع الكلام. اليوم احنا عم نلعب ع الكلام. لمن بيروح سوري على كندا. بيتعلم وبيتطبب وبياخد جنسية. وبيخل فوني. طيب. هاي شو اسمها? اوكي. هاي شو اسمها? النظام يريد لديه رغبة يستفيد من العودة او لا يستفيد عودة مواطنين وعملتهم. نظام السوري. لا لا يستفيد من العودة. شو بده فيه? شو بده فيه? مواطنين هون. لو مواطنين وشو بده فيه? لك نحكي الامور متل ما هي. النظام السوري. النظام السوري هو نظام تتحكم فيه طائفي معينة ما هيك? نعم. عظيم. النسحين السوريين في معظمهم من طائفي معينة غير طائفة غير الطائفة الحاكمة في سوريا. بس غالبيتهم وقت الانتخابات انتخبوا لا. مش غالبيتهم فيه قسم منهم. لش هن اللي كل موجودين انتخبوا. ما وقت الوقت اتعابت. اديش 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 اديش. مين بدي يعلم. عشرين الف عمليونين. اوكي. طيب. فازن الطائفة اللي هي حاكمة بسوريا. غير طائفة النسحين. لش بديهم يرجعوا. ولكن بالديمغرافيا بلبنان ايضا فيه خطر. السوري. النظام السوري هو فرقني معه النظام اللبناني. او الديمغرافيا اللبنانية. ما فرقني معه. السوري دايش برا تفرق معه. النظام بلبنان. الى من على لبنان اي توجه. لمين. للدول العربية. الى مجتمع الدولي. الى نفسه اولا. الى نفسه اولا. اذا هو ما بلش. ما حدا رح يطلع فيه. ما قدر عمل الانتخابات بلدية بلدك ايقرر بقضلة كبيرة. لانه ما بده يعمله. مش لانه مش قدر يعمله. لانه ما بده يعمله. لانه بده هيدا الوضع. انا بداعتيك هنما قالوا انه ما فيها نعمل الانتخابات بلدية واختيارية. لانه فيه اساتزي ما بده ينرقبه. نعم. عاوز. بارش شو عمل وزير التربية. محدد موعد الامتحانات الرسمية. نعم. مين برقب الامتحانات الرسمية. مش الاساتزي. طيب. ليش الاساتزي هونيك بده يقبله. والاساتزي بموضوع الانتخابات البلدية والاختيارية ما بده ينرح. لك لاش. اوكي. لانه. موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان. في طرف او او اثنان او او ثلاث مبادنية. البيئة كلهم مبادنية. كلهم مبادنية. مبادنية لانه ما بده تنكشف شعبيتهم. بزب. بزب. اليوم بعد التقارب السعودي الايراني. هناك تقارب سعودي سوريا. وهناك زيارات. وفي كلام عن اعادة سوريا الى الجامعة العربية. ممكن. ولبنان حيكون بالقمة العربية. هل على لبنان اي يطلب يعني لمساعدته بهذا الملاف بملاف النزوح. لتخفيف هذا العبئ يلي ما باقدر يتحمله. اخر المعطيات. اوكي. تتحدث عن انه. التقارب السعودي السوري لم يصل الى خواتيمه السعيدة. اوكي. في شروط. نعم. حطينا الدول العربية على سوريا. يبدو انه سوريا رفض التلتزام فيها. رفض سوريا التزام بهذه الشروط. يبقي التباعد قائم. وبالتالي المشاركة السورية في القمة العربية لن تكون على مستوى رئيس. ستكون. سيكون المستوى منخفض. لن يكون المستوى منخفض. يعني اللي بد يكون موجود بسوريا بالقمة. بريكون معه تعليمات. لا بنقش. لا بتطلع ولا بنزل. فبالتالي موضوع. ايه لبنان سيطلب مساعدة مظبوط. بس. هل ستتم تلبية هزه. كيف بيلبوله المساعدة الدول العربية لبنان. اول شغل رح يقولوله اياها. ما لانه الاتصال مع سوريا. من لبنان مع سوريا بفي. اول شغل. لا شو بدي. اول. ما هو اول شغل بدك تعملها. بدك تعمل اعارة تجوين السلطة بليبنان. اوكي. بعدك رئيس جمهورية. بعدك حكومة جديدة. بعدك تطلع تاخد قرار انه. خي انا اذا ما بدوا النظام السوري. ياخدون. انا بدي حطهم على الحدود. يا قلبي يا حبيبي. حطهم على الحدود بين لبنان وسوريا. نهار اللي بتبلش تحطهم بين لبنان وسوريا. نهار بتبلش تحطهم بين لبنان وسوريا. هون بيبلش المجتمع الدولي. بديل ما يضغط عليك. تتخليهم عندك. بصير يضغط على النظام السوري تياخدهم اللي عنده يوم مثلا تطلع منظمة العفو الدولية بتقولك انا ما بقدر ما بوفي على ترحيل سوريين الى سوريا بسبب بطش النظام السوري بدل ما تعالج قصة البطش طبعا النظام السوري جيد اللي خليون عنده هيدا البطش كان من عشر سنين جيد جيد مبعرف اذا خلص او ما خلص مش هالموضوع انا مش مشكلتي انت مسؤول عنه كمان هيدا مشكلة المجتمع الدولي مع السورية مش مع لبنان انا بدي اطلع جاوبهم للمجتمع الدولي وقاللون هيدا مشكلتكم مع النظام السوري مش معي انا انا ما بقى قادر اتحمل خمسين بالمية من المقيمين على ارضي غير لبنانيين بتحبوا انتوا تساعدوهم انسانية تخدوهم لعندهم اذا المعويقات لهذه العودة اول شي قرار لبناني وقرار سوري وقرار مجتمع دولي متأمر انا بدي سمي تخزول اوكي ولكن بهالحالة التخزول يعطي مفعول المؤامرة ولكن كل المجتمع الدولي يقف الى جانب لبنان ويدعم لبنان هادي متل تطبيق القرار 425 طلع القرار 425 بـ 78 صحيح اتنفذ بالالفين اتنفذ بعد 25 سنين كلام المعصول ما في احلى منه انا كل اللي بدي يقوله بكل بساطة انا دولة لبنانية لم قعد استطيع تحمل وجود مليونان نازح سوري على ارضي بعد سنة رح يصيره 3 مليون بعد سنتين رح يصيره اكتر من الشعب اللبناني انا مني قادر اتحمل هالناس هين السوريين على ارض لبنان كلام النائب جميل السيد بتغريدة لقلو حك عن التوطين بلبنان تحدث عن ابقاء السوريين وهجرة المسيحيين وقال ربما لاحقا حنشوف سلاح بالمخيمات قلت اللي قرد يصار فيه جميل السيد عمل تشخيص بس هو كنائب البرلمان شو بيقترح عم بيحدر شو بيقترح يعني الجميل السيد عمل تشخيص بمحله صحيح عم يبنونهم مدارس في اسلحة بقلب المخيمات عم يتسببوا بهجرة مسيحيين وعم يتسببوا بهجرة غيرهم لانه العوز مش بس لحق المسيحيين ولكن لحق المسيحيين اكتر من غيرهم طيب هذا تشخيص صحيح ولكن نائب البرلمان نائب البرلمان ينتمي بشكل او باخر الى محور معين شو بيقترح شو بيقترح فيه دور لمجلس النواب قادر يقوم فيه يبلش فيه يقدم اقتراح انون لا الحكومة او يقدم انا بدي استجوب هايدي الحكومة شو بده تعمل بالنزوح السوري شو بده تعمل بهذا الشي رح يوصل لتوطين واذا عندك معلومات واذا عندك معلومات انه في اسلحة داخل مخيمات الناس هنا طلعوا مؤتمر صحافي وقال لي اداش كمية الاسلحة كيف عم بتفوت هايدي الاسلحة مين عم يشتروا هايدي الاسلحة مين عم يسهروا يدخلها يعني اليوم لما شخص كان مسؤول امني مثل جميل السيد يحكي عن اسلحة داخل المخيمات السوريين مطالب مطالب يطلع يقول شو نوعوية الاسلحة هل هي اسلحة خفيفة ام اسلحة خفيفة ومتوسطة كيف عم بتفوت الاسلحة هل عم بتفوت الاسلحة مجانا او عم يشتروها اللي عم بيفوتها مجانا مين عم يفوتن للسوريين واذا عم تندفع مصاري مين عم يدفع مصاري هولي لازم يقولن كلهم جميل السيد ما بيكفي بس يطلع عنوان يقول فيه في اسلحة بقلب مخيمات النزحين السوريين لماذا الغمز عن الجانب المسيحي علما انه النزوح موجود بكل لبنان وبين كل الطواقف بكل بساطة لانه المسيحي بهذه القصة يعني خانقل امور متل ما هي النزحين السوريين المليونين بمعظم المنطقف معينة مش من المسيحيين نقطة النقطة الثانية المسيحي اللي من عم بيحس المسيحي احد هويشه بلبنان هو الطغيان الديموغرافي نم بيحس حاله ما هو اصلا بهذا الشرق كله اقلي صح نم بيكون اقلي بالبلد اللي هو يفترض فيه تنوع وتوزن عم بيحس باقلي بيقول لك انا عسلني روحيش بفرنسا او بكندا او بامريكا ضيف عليا ضيف عليا انه الدولة عم بتحسسوا بهذا الشي يعني اليوم لمن انت بتلاحظ مثلا في تطبيق قانون بمناطق وعدم تطبيق قانون بمناطق تانية في جباية كهرباء في جباية مش بس كهرباء يعني انت اليوم وضرائب انت اليوم بمنطقة معينة عم تدفع ضريبة مضاعفة عن غيرك عن غيرك اللي مش عم يدفع بالمرة طيب بيقول لك فإذا انا ليش بدي ابقى هون يعني اليوم لما عم يحكي جميل سيد عن هجرة مسيحية بيعرف عن شو عم يحكي اليوم المسيحي لمن بيحس حاله انه بدي أعطيك مثلا خد مرسوم التجنس مرسوم التجنس اللي نعمل بال94 هيدا مرسوم غير متوازن مش بس غير متوازن هيدا مرسوم خرق كل قواعد التوازنات بالبلد ونعمل بطريقة مريبة يعني ما في مرسوم تجنس بالعالم بيقول انه اعطاء الجنسية لجون فغالي وعائلته هيدا مرسوم طلع بالجملة يعني 450 ألف تجنسوا خلال عشر سنين صاروا فوق المليون نفس الشي بكرة عندك بكرة اذا مفتح مرسوم تجنس هو اليوم على كل حال فيه تجنس بالتزوير لمن فيه بعض المخطير عم يعطوا وسيئة ولادات لناس سوريين وعم يتسجلوا كلبنانيين هيدا تجنس مقنع نعم نختم هذا الموضوع طبعا يطول ويأخذ الكثير مننا من النقاش ممكن تدارك من الآن لوقت معين قبل انتخاب رئيس جمهوري وقبل تشكيل حكومي بالوضع الراهني اللبناني ممكن تدارك تفاقم أزمة النزوح أكتر وبدون ما يكون يأخذ جانب عنصرية مثل ما حضرتك ذكرت هيك عاك ساعتا يتهموا لا مش ممكن لأنه عمليا شو بدك تعمل يعني إذا بدي إيجي أنا اليوم بلش أخذ إجراءات أوكي طيب إذا في نزحين سوريين بالأشرفية عم يعملوا عملي أعمال مخلة بالأمن طيب رحلت من الأشرفية لو هم بوديون عرماني أوكي شو بكنا عملت من المنطق نقلت المشري من محلة محلة هلأ بلشوا بعض البلديات عم يأخذوا أحساءات يعني إذا بدك صار في عندهم ورقة من موجود عندهم صار في عندهم ورقة بالمشري كان في عندهم مشلي شفهية صار في عندهم خطية بس كيف حليتها بتكون يعني مثلا تقرأ إنه والله برافوا عليهم ببنت جبال إختين إجراءات طيب عظيم نقلوهم بنت جبال عصور منصور نقلوهم ع الرشيدية من الرشيدية ع الصيدة من صيدة ع الدم ورمد هيدا كله ماشي هيدا كله ماشي بدأت اجتمع الحكومة بدأت تاخد قرار وبيجعب إلك برجعب إلك ما بيقدروا مليونان سوري يقعدوا بان مليونان لبنان وما يصير في مشكلة مستحيل بعدين بدي إيقلك أكتر إخي عم يستهلكوا كل شي بدون ما يدفعوا شي تبدا لا بيدفع ضريبة ولا بيدفع كهرباء ولا بيدفع ماء وبيسهم بالتلوص وبيشتغل محلك وبيشتغل عنك وبيقبض من الأمم وبيقبض من الأمم يعني اليوم أنت كيف بدك ييفل أساساً حتى أنت لما كان في عندك بمرحلة من المراحل حتى اليوم أنت داعم الخبز وداعم الطحين ما كمان هيدا عم يستفيد من الدعم اللي هم مخصص لللبنانيين هذا غير التهريب هذا غير التهريب عايد التهريب هناك من ذهب أبعد من كل اللي عم بتقوله أستاذ جان بملف النزوح ربطوا بالاستحقاق الرئاسي من زاوية أنه هناك مرشع يسمى الوزير سلمان الفرنجية له علاقات جيدة مع النظام السوري وهو يعلنها قد يكون من المفيد إذا وصل إلى سدة الرئاسة من يستطيع المساهمة بحل هذا الملف وإنقاذ لبنان إذا بدنا نقول أعطينا أعطينا أنا برأي أنا برأي هذه نوع من الرشاة يعني علامات استلحاء للمرشح إسلامان فرنجية بس مانا وقعية تخلك مشي العون ما كان حليف لسوريا وما كانت علقته منيحة بالرئيس بشار الأسد ومراع عبراد وعطيوه شقفة أرض إنه هون اندفن مرمرون وإنه ممكن نعمله كنيسة هونيك ومشي العون ما كان عامل ورق التفاهم مع حزب الله اللي هو الحليف استراتيجي لبشار الأسد ما رجع سوريا أيام مشي العون ليش بدوا يعطوه الإسلامان فرنجية؟ ما طلعوا الموقوفين حتى ليش بدوا يعطوه إياها الإسلامان فرنجية؟ يعني اليوم عملياً أنت عم تعطي علامات رشاة علامات استلحاء للمرشح إسلامان فرنجية بس بدون ما تكون هذه القصة بك تعمل أحسن من هيك؟ مبادرة حسنية؟ بلش رجعهم قبل ما يعمل رئيس مبارك تعمل مبادرة حسنية؟ طيعة أقول أنه والله بكرة أنا بدي أخذ مبادرة النظام السوري سيعيد مئة ألف نزع سوري من لبنان على سوريا ما مبادرة حسنية؟ من هلأ؟ ما أنت لازم تعمل مبادرة حسنية ما هيك؟ عظيم إذا ما عملت مبادرة حسنية ما أنت أنت كل هيدا الضمانات وكل هيدا الوعود لأنه سلمان فرنجية حليف الرئيس بشار الأسد ما أنتك خلينا نجيبه لأنه بيقدر اشتغرى هالموضوع غير صحيح الموضوع مش هون الموضوع أبعد من هيك بكتير حتى إشعار آخر أن نظام السوري لا يريد إعادة النزحين السوريين إلى سوريا نعم، دخلنا على كل حال بشأن الرئاسي من خلال ما ذكرته استاذ جام اليوم في زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى بيروت برأيك هل من أبعاد إذا بدنا نقول غير العلاقات الثنائية رئاسية سياسية بهذا التوقيت تحديدا؟ وزير الخارجية السوري الإيراني جاء على لبنان تشوف رئيس نبي بره والرئيس نجيب مئاتي هو وزير الخارجية هؤلاء الثلاثة مفتاح الرئاسي ليس معهم ألبط بهذا الموضوع لا يتم في بيروت هذا يتم بين الرياض وطهران وبالتالي أنا برأيي زيارة وزير الخارجية الإيراني الإيراني إلى بيروت هي نوع من توازن الحضور مع الحضور السعودي بيروت بس هاي الزيارة مش تقريرية يعني مش هاي الزيارة اللي بتقرر موضوع الرئاسي بلبنان قد يبحث مع حزب الله أو مع المفؤولين ممكن يبحث مع حزب الله بس بدي أكتر من هكين حتى حزب الله بهذا الموضوع حتى حزب الله بهذا الموضوع ما بتنبحث مع وزير الخارجية الإيراني الملف الرئاسي بلبنان رح يتلعي يقول له حزب الله بكل بساطة أنا مرشح إسلامان فرنجية وهذا المرشح إسلامان فرنجية في رضا إيراني عليه سواء إجاب وزير الخارجية الإيرانية أو ما إجاب وزير الخارجية الإيرانية فبالتالي أنا اللي بدي أقوله أنه زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى بيروت ليس لها تأثير مباشر على ملف الاستحاء الرئاسي البعض توقع أو رجح أنه قد تكون دخول مرحلة جديدة من خلال هذا النقاش بانتظار اجتماع لجنة الخماسية وما يجري على خط طهران الرياض بكونوا جمعوا بعد زيارة القطرية وبعد الزيارات إلى فرنسا لا تقال لك شاعلي الاتفاق الإطار اللي صار بين السعودية وبين إيران تم بعشرة مارس وعطي لحالهم شهرين لاختبار النوية واللي بتنتهي هاي الشهرين بعشرة أيار فبالتالي قبل عشرة أيار ما في شيء هي أول نقطة نقطة الثانية في عندك قمة عربية بـ 16 أيار أنه ممكن أنت برأيك يصير في شيء بموضوع الرئاسي قبل القمة العربية فبالتالي في عندك موعدين استحققين تاريخين اللي هني عشرة أيار و 16 أيار برأيه قبله ما في شيء ذكرت موضوع السعودي وهناك من يتوقع أيضا عودة السفير وليد البخاري سفير البخاري راح على السعودية طي عيد برمضان نعم خلص العيد رح يرجع مكلنا المشلي وين المشلي إنه إذا سفر مصد معلقين بالمواعيد والأوقات والزيارات تتذكر من شهرين شون كتب أنه مغادرة سفير البخاري على وجه السرعة غير مرضى عنه وفي احتمال تسميت سفير آخر طيب يا خي هالي كتب الخبر هالي كتب الخبر طيب ما سأل حاله سؤال إنه السفير وليد البخاري رجع وبعد إله دور وشارك باجتماعات بريس وشارك باجتماعات بسعودية ورح يرجع على لبنان يعني هالاستخفاف إنه بيحط واحد هاي الخبر طالعبه لأنه والله أنا مش مبسوط من فلان منقول صاحبته دولته نعم نعم بالداخل لحد هلا مواقف قد ما بدك على حيلة منعلي ومنوطي لكن موقف حزب الله لحد هلا ثابت من عند ترشيح الوزير الفرنجية دعا إنه ما عندكن خيار يا الوزير الفرنجية أو بتروحوا على الفراغ ثابتة وقال لون هيدا المرشح اللي عنا تفضل يا فريق آخر شوف شو بدك تعمل ورح تبقى القصة هايك إلا ما شاء الله بكل بساطة إلا أن تجي كلمة من بره على حزب الله مش حالة تاني وإذا ما إجت الكلمة من بره مثلا إحنا بعدنا سنبقى في الجمود لتغيير موقف حزب الله حزب الله لن يغير موقفه بس حزب الله مش قدر يوصل مرشحه ولا الفريق الأفضل يعني أنت بالأمباس أنت بمأزق وهذا المأزق قد يطول إنه إذا حزب الله ما عنده بلان بي بقلق أنا في عندي بلان آ ما في بلان بي يعني البلان آ هو إسلامان فرنجية ولا نغير عن إسلامان فرنجية بس مش قدر يوصل إسلامان فرنجية يعني أنت بالأمباس أنت بالمأزق لماذا ليتجاوب الفريق الآخر يلي منسميه المعارضة والتغييريين وغيره والمستقلين مع داود حزب الله إلا التفاهم والتوافق لنوصل لتسوية كمان ما عم بيجاوبه كمان حزب الله حزب الله بيقولك تعط فاهمه على المرشحة اللي أنا سميته قبل ما كان هاي لا ولا نهار غير ولا نهار إيجا إيه الحزب الله دعونا نتحاور لحتى إشعار آخر ترشيح رئيس طيال المرة دا الوزير إسلامان فرنجية بدأ مع الرئيس نبيه بره ثم أصدر أعلن الأمير العام لحزب الله أنه يتبنى ترشيح إسلامان فرنجية ثم الوزير إسلامان فرنجية طلع على بكركة وعمل نص ترشح والله اللي بدو يعمل ترشح كامل اليوم بكمل لو حزب الله دعا إلى حوار ما كان إسلامان فرنجية أعلن ترشيحون اللي قاله حزب الله دعونا نتحاور على انتخاب إسلامان فرنجية مش على اختيار شخص آخر لو طلع حزب الله قيل دعونا نتحاور على شخص آخر كنستنفرجين صحب من هون كلام الشيخ صفيدي اللي قاله للمعارضة ولغيرهم أنه يبتقبلوا اليوم بالمطروح عليكم وقاله لاحقا مش حيكون متوفر لكم يعني هذا الموجود شو شو بكنت تعمل هذا طهبية حيطان تبليش معاملة نحنا صارنا هلأ من 31 تشرين الأول بلا رئيس جمهورية ما هيك؟ يعني عملية نحنا صارنا قلن ستة شهور طب ليش معاملة قبل هلأ؟ مين قال إنه هذا التهريد اللي عم بيقولوا إنه اللي مش عم تقبلوا فيه هلأ رح تقبلوا فيه بعدين صاغرين طيب مين بيقلوا إنه بعدين رح يكونوا صاغرين؟ ما عم بيقلوا ما رح يمشي الحال بعد موضوع المقايضة ماشي؟ ليه هي؟ اللي صارت بفرنسا إنه؟ رئيس حكومة ورئيس جمهورية لا لا المقايضة هون غير متكافئة أنت عندك رئيس جمهورية على ست سنين مع ضمانات؟ على ست سنين لا ما فيك تشيله إلا إذا يا مات، يا استقيل، يا أقالوا مجلس النواب، ما هيك؟ وهو ثلاثة مش وردين، خلي كفك معا شوي، طيب، إذا إجا، إذا إجا، نواف سلام، نيح؟ وبعد أسبوع هو قدم استقيلته، شو بتعمل؟ ما نجيب، اللي من نقي؟ مين؟ من نقي مين؟ اللي جاب الرئيس، اللي جاب الرئيس، فبالتالي، وين بتكون صرت أنت؟ بشو نصار في عندك، ثلاثة رؤسة بيحضن حزب الله؟ هيدا موضوع، الرئيس نحنا منجيبه، وأنتو بتجيبه رئيس حكومة، هيدا مقايضة، يعني إذا بيمشوا فيها لمعارضنا، بنت، خلو، شو بعت فيه؟ بدي أسألك سؤال، دخلك ما صار فيه ضمانات بالدوحة، إنه فيه طلط معطيل، بس ليش تخدم، وإنه لا تتم الاستقالة من الحكومة بسبب لعدم إيقالة رئيس الحكومة، شو عملوا؟ نطروا للرئيس الحريري فيتل عند أوباما، هو جوا بفوتول ورقة صغيرة، بيقول له بالرابي مش تمين 11 واحد، لا مش 11 واحد، عشرة، وتمنوا على عدنين السيد حسين إنه بيسلم عليك سمحته، وبيطلب منك تستقيل، استقيل، طارت الحكومة، وهي كانت كلها شو؟ هيدا مرات من الدوحة، إنه لا تستقيل، ولا يستخدم الثلث المعطل، استخدم الثلث المعطل، واستقيل، حكينا عن موقف التنائي، وموقفهم واضح، مرشحهم واضح، وهذا الموقف تابتين عليه، موقف المعارضة، يلي هي مشتتة، بين تغيريين، وبين مستقلين، وبين الأحزاب، الكتائب، القوات، وغيرها، والطيار الوطني الحر، شو المطلوب منهم يعملون؟ ما فيك تدخل الطيار معهم، الطيار مش بهيدي المعارضة، طيار لحاله، عم نعقول هيدا والطيار، كمكون مسيحي عمنا، لأن رئيس الجمهورية مسيحي بالآخر، بس، 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 الطيار الوطني الحر، ما أنه معارضة ولكن يعارض وصول إسلامية فرنجية، يعني بعارض على القطعق، شو دور المعارضة الباقي؟ كلهم؟ ليش ما بيتوحدهم؟ مش متفقين علىه، ما قدرين يتوحدوا؟ بس أنا بدي أقول لك شغلة، المعارضة ما توحدت على ميشيل معوض؟ ما قدروا يوصلوه، حتى لو نقوا واحد تاني، ما راح فيين يوصلوه، بسبب كتير بسيط لأنه المحور التاني مش متخلى عن إسلامية فرنجية، يطلع على المحور التاني يقول تفضلوا تلنقي واحد لا إسلامية فرنجية من جهة، ولا ميشيل معوض من جهة بعد 24 ساعة بصير الانتخابات، ولكن طالما محور حزب الله، ما فيه محور ممانعة، فيه حزب الله، ليش عم نضحك ع بعضنا؟ من هو محور؟ طلال، المير طلال، رسلان هو ممانعة أو مين؟ فيه حزب الله، هذا يعني فيه حزب الله، حزب الله إجا من تسع سنين، من سبع سنين قال لهم هادي عين وهادي عين، وصل أول عين، هلا بدي وصل تاني عين، هادي نبرم ساعة معارضة، ساعة ممانعة، ساعة ما بعرف شو، حزب الله هو الذي يقرر، بدنا تسويه من الخارج ساعة؟ ما تثبت، لأنه حزب الله مش ماشي، ولا حتى من بعد التفاهم السعودي، ولا لو طلبت إيران، فرنسا، 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 عملة شغلة سمتها تسويه، بس هو طرح حزب الله، طيب، ولكن، 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 ولكن على الطريقة الفرنكوفونية، إنه منجيب، منجيب إسلامية فرنجية، ومنجيب نواف سلام، وعلي سواء الرئيس ماكرو، ومش الحال، ولكن الرئيس بري من الفترة آخر، إنه بتقرير بموضوع الرئاسي، في كلمة للسعودية، أهلا هيك، بهذا الوضوء، والله كنت الخيرو، عن جد، يعني أعطاها دور، شو هي الكلمة للسعودية، إنه فريق آخر يقرر، شو هي الكلمة للسعودية، عمليا كيف، يعني شو الفرق بين، اللي عم بيقوله الرئيس بري، يعني شو الفرق بين اللي عم بيقوله الرئيس بري، وبين إنه، والله، تعودت نتفاهم على إسلامان فرنجية، ما هو اللي مبدك أنت مصرع على إسلامان فرنجية، هذا مش تفاهم، طب هيدا مش تفاهم، السعودية إليك كلمة كمان نفس الشي، إنه تفضلي يا مملكة، سمي إسلامان فرنجية، القصة مش هون، القصة مش هون، القصة إنه بدون إسلامان فرنجية، لو كل الدول قالت لا، لو كل ابنان قال لا، شو طلع قال نبيه بري، قال نحنا في عنا مرشح جدي، والمرشح طبع الفريق الثاني هو اختبار انبوبة، طب لما من واحد بيقولك مرشحك اختبار انبوبة، هيدا بده التسوية؟ طبعا بحاول تغيروها هلا، مين؟ المعارض عم بحاول تفتش على اسم تاني، عال عظيم، قبل ما أصل لتاني، حزب الله متمسك بسلامان فرنجية، إلى أن تقوم الساعة، عظيم؟ طبعا ما هم تمسك بسلامان فرنجية، كم بك توصل لتسوية معه؟ ويجي بربحك جميلة انو خيط عطا نعمل مقايضة، طب اوكي بتعمل مقايضة، بيجيبت نواف سلام، نيح اوكي جيبت نواف سلام، نواف سلام شو بيقدر يعمل؟ إذا بكرا، إذا بكرا إجا وزير مت المصار هلا، وزير المالية يرفض يرفض توقيع على قصة مرسوم قضاة محكمة التمييز، بس هون يعني ما بدنا نفوت كتير بالموضوع الطائف، ولكن عم نحكي عن رئيس جمهورية ماروني، حد عم بقرر فيه غير المسيحيين، كيف ها؟ مظبوط لاش مشي العام مش هيك؟ وقت لاجه مشي العام مش هيك؟ مش رجعوا كله ونما وقته صار تسوية، لا 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 طاول بك، ما اتفقوا كله، طاول بك، طاول بك، طاول بك، طاول بك، بقيت الفراغ سنتانوس عظيم، انه او الفراغ او مش هي العام، فكان مش هي العام، بكل بساطة، برجعوا كله وننتخبوه، قبل ما يتوصل للتافيون، بس منين بلشت؟ بلشت انه حزب الله بده مش هي العام، يوم بيختلف الوضع؟ اكيد، لانه وقت مش هي العام، عالقليلي كان في عندك كتلة التيار مع مش هي العام، ما في عندك ولا كتلة مسيحية مع اسلامية فرنجية، إلا كتلته هو، ممكن يغير التيار؟ ما بعتقيته، ما راح عالتشريع، كان راود التشريع، لا، التشريع شي، لانه عنده مصلحة بالتشريع، لانه جبران بسيل ما بده انتخابات بلدية واختيارية، لانه بيعرف جبران بسيل عنده أزمة حائية داخل التيار، وعنده أزمة حائية بالشعبية، الباب التالي، الانتخابات البلدية والاختيارية راح تكشفو، ورح تكشفو بمناطق بيعتبر حاله قوي فيها، حتى لو سيد حسن نصر الله وعده لجبران بسيل، معالي الوزير جبران بسيل، وقال له هالمرة هاي العين وعين، ما بيمشي، ما بيمشي، ما بيمشي، لانه عمليا، لانه عمليا، اذا مشي جبران بسيل بسلمان فرنجية، شو بري طلع يقول له لجماعته؟ صلك تنتاني، بعد سنين جاي هو رأيه؟ لا، فاذا لاش ممشيت من أربعة شهر؟ طب لاش ممشيت بواحد تشرين تاني، معاننا شروط، ما في شروط، هاولي الشروط بطح، انت نزلت شفته للسيد حسن، انت نزلت شفته، تعال له خيال السيد حسن، هاولي سبت سنين لسليمان، بعد سبت سنين انا، بس بالمقابل، انا بدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، بس هما قال له هيك، ما بدو سليمان تا هو يكون، مش ما بدو سليمان تا يجي براهيم كانعان، او تا يجي ألاعان، ما بدو سليمان تا يجي هو، وما حدا يقول لك شي تاني، كيف قرأت موقف الأخير لرئيس الحزب التقدم والاشتراكة وليد جنبلاط، يلي قال فيه انه احجم عن طرح، خلص، اي اسماء او مبادرات جديدة، لانه اتهموا بالتدخل، واتهموا عم تسويق اسماء اخرى، لما يقول وليد جنبلاط هذا الكلام، شو بتفسر؟ انا برأيي وليد بدو يجرب، يعمل، مش تدوير زوية، وليد بدو يحاول يكون، الى حد ما على مسافة من الجميع، ولكن كثير بياخد بعين الاعتبار عدم ازعاج المملكة، بالنسبة له موضوع عدم ازعاج المملكة أولوية، ها أول نقطة، النقطة التانية ما بدو يوصل بوضع صدامي مع حزب الله، والنقطة التالتة ما بدو يضل على أمنيحة مع الرئيس بري، هاو دي بتجمعهم عبعضون، بس هاو دي إيجابيات، ايه هاو إيجابيات، بس هاو مش كلهم إيجابيات، لانه اليوم، لمن ما بدو يصلم بحزب الله، يعني ما نتا إلى حد ما، ما بدو يقول له ياهب العربي الفصيح، أنا ما بيمشي بسلايمان، طب هذا استضام بحزب الله، بجرب السير نبيه بري، بس كمان، لمن هو ما بيمشي بسلايمان الفرنجي، يعني هو كمان، بيتصادم مع نبيه بري، بس عنده أولوية، تبه، بيقلك أنا ما بق بدي سمي، ما بق بدي سمي، يعني سمي، مين سمي؟ هو إيجا سمي، صلاح احنان، لا ما سمي لك، بس هو، بلش إذا بدك، بصلاح احنان، وشاف إنه صلاح احنان، ما بيقطع، وخصوصا عند المسيحيين ما بيقطع، بيقلك رح اطلع، لا مع سيدي بخير، ولا مع سيدي بخير، في شناك قال لك، ما بق رح سمي، هلأ يقال، ما بعرف قديش هيدا القصة صحيحة، يقال إنه بموضوع الرئيسي، الكلمة المسموعة هي لنجلو تيمور، نعم، وتيمور ما بيمشي به سلمين فرنجية، على زمة الراوي، أنا ما بدي أتبنى، ولكن هيدا متداولة، بعد صلاة عنية، في دور لبكركي، قادر البطرق يتحرك أكتر بعد؟ للأسف لا، لا، البطرق عم بيصلي، بس للأسف لا، بس في منه ما بيصله، ومش دائماً الصلاة بتوصل، يعني هو الصلاة بده مؤمن تيصلي، هوات المافيا بتصلي، توقفنا على المبادرات يا بدو، ولا عن الاتصالات، ما بق في مبادرات، انتبه، يا أخي كيف بدك تعمل مبادرة، أنت اليوم كيف بدك تعمل مبادرة، إذا ما بدك تاخد طاعته بوقت اتفاق الطائف، خليني خبرك شغلي، توصل الخيار للرئيس الشهيد روني معوض، بلشت بتموز، بلشت بتموز التسعة وثمينين، خلصت بتشرين الأول تسعة وثمينين، عم تحكي بيه خمسة شهر، نعم، وأخذوا عطا، وأخذوا عطا، وأخذوا عطا، وروني معوض مش أي شخص عادي، اليوم أنت، مبلش بالمفاوضات من واحد تشرين تاني، بس لا يتزحزح حزب الله عن اسلامية فرنجية، جيبك تفاوض، بموضوع آخر لننتقل لموضوع التحقيقات الأوروبية، وفد القضاء الفرنسي والأوروبي موجود بغيره، لجولة تانية من التحقيقات، برأيك إلى ماذا قد توصل هذه التحقيقات، هل فعلا هدفها الكشف، فساد، تبيض أموال، تلاعب، انهيار، تهريب، شو هو؟ نحن مشكلتنا الحقيقية بالموضوع المالي والمصرفي، شو هي؟ خلنحدد أول شي، إطار المشكلة، إطار المشكلة، مش 300 مليون دولار، اللي هن عمولة، من الهندسات المالية، بالأحرى، سنريات الخزينة، نحن مشكلتنا الحقيقية، هي أين السبعين مليار، الفجوة، الفجوة، اللي هي، نحن منسميها فجوة، 70 مليار، هن أموال موضيعين، صرفتن الدولة، عظيم، أنا إذا بكرا، هيدا الوافد اللي جاي على البنان، اللي هو الساعة، بيكون عشرين شوية، بيصير ثلاثين، بعنام ينزل، حمصة عشرين، هيدا عم بيفتش على الثلاثمية، بان، هيدا عم بيفتش على الثلاثمية، طبعا الكوميسيونات، بيفتش على المبارة، بفرنسك، هيدا عم بيفتش على الثلاثمية، لأنه عمليا شو صار، مصرف لبنان، عنده منتج اسمه السندات الخزينة، تسويق السندات، بده تم عبر شركة، سئبة هيدا الشركة، اللي سوقت هولي السندات، هي شركة الفوري، لا شقيقه للعجل، وعادة الشركة اللي بتسوق، بيطلع لكوميسيو، على مدى خمسة عشر سنة، من الالفان وخمسة، لو صرت لتساطعش، هالشركة سوقت سندات، وهي اللي من سوقت السندات، طلبت من شركة تانية خارجا، كمان هي تساعدها بتسويق السندات، فبالتالي هاو 300 مليون اللي هن عمولة، مش لفوري لحالة، لإلة ولغيرة، جاي هالشركات اللي برا، التحقيق شو عم بيقول، التحقيق عم بيقول، هادا الكوميسيون، برم ورجال عند الحاكم، هالبرم ورجال عند الحاكم، هاو اللي هن بيسموه طبيض أموال، يعني انت استفدت، انت استفدت كحاكم، من السندات، انت استفدت من السندات، راحوا للشركة، هالشركة ردت لك يا هون، اوكي، فأزاً، قاعدين هاو دي فاتشوا عشو، ع 300 مليون دولار، ليش، لانو شو بيجوا بيقولوا لك، ايه، في شقة باللوكسنبول، نعم، وفي شقة ببريس، وفي شقة بإيطاليا، وفي شقة مدري وين، وفي مدري وين، بس هاو كلهم، والأوروبيين اللي عم يجوا لهون، تقولوا انه هادي عملية الطبيض، وين صارت، بأوروبا، فبالتالي حجز الأموال، راح يكون للأوروبيين، مش للدولة اللي النبيية، لتلاتمية بقى، حد هلا، عشو عم فاتشوا هنه، هن عم فاتشوا، هن عم فاتشوا، يعني مثلا، لم يجوا إلولو، انه، تب لاش بيعطين ورا مريان حويك، مريان حويك، ما لا علاقة بالسبعين مليون، بس هن كمان عملوا ثروات، يعني مساعدينه، معاونينه، وبقية المصرفيين، كلها، لحظة، مهد في خيوط، بل يفكوا الخيوط، تما نخلط الأمور ببعضة، لا، عم نوضع، تما نخلط الأمور ببعضة، وتما يختلط الأمر على المواطن، واللي ما يعتبر حاله بهالمواطن اللي معطر، إنه إذا هذه التحقيقات وصلت لنتيجة، رجعونه مصرياته، لا، هالمواطن عم فكرة، لا، لا، يا أستاذ، يا حبيبي، تنشخص المشكلة مزبوطة، أوكي، انت عندك وديعة، نعم، انت معك مصاري، روح تحطيتها ببانك معي، هون صار اسمها وديعة، أوكي، هالمصرف، في عنده سبعين بالمية، احتياط إلزامة، بده يحطنه بمصرف لبنان، نعم، مصرف لبنان، من خلال أوانين، ومن خلال أوانين الموازنات اللي طلعت، مرغم كان يعطي الدولة اللبنانية لتصرف، فيول ورواتب وتثبيت دولار، ودعا ودهريب وغيره، تثبيت الدولار أرار من الحكومة، شراء الفيول أرار من الحكومة، شراء الأمح أرار من الحكومة، ليش من أموال المدعين بدي يندفعوه؟ ها، لأنه لما يطلع، لما يطلع من مصرف لبنان، بده يقرض الدولي، منهم يجيب لمصاري، من الاحتياط الإلزامي اللي موجود عنده، هون أنا برأيي، عم بعطي رأيي، شو كان لازم يعمل رياض سلامة، بسنة 2011، لما صار في اختلال بميزان المدفوعات، بيجي بقول بكل بساطة، أنا ما بقى قادر موّل الدولة اللبنانية، ما بقى تطلبوا مني، شو الحل؟ الحل الوحيد، لأنه أنا برفض، هي استقلتي، أنا فيل العلبات، جيبوا واحد يعملكم اللي عم تطلبونها، يودي للانهيار، جيبوا واحد يعملكم ها، لوصلنا له، هو، هو، استجاب لطلبات الحكومة، نيح؟ استجاب لطلبات الحكومة، للحكومات المتعاقبة، لطلبات الحكومة، أنا بيحكي عن حكومة، بيحكي عن استمرارية، من سنة الألفان، الأربعة وتسعين، توصلنا للتساطعش، أوكي، راحوا المصريات، عشوا، على تسبيت سعر صرف الليرة، ما بتغلبت القصة، سبعين مليار، مواضحة، تسبيت سعر الصرف، قداش كلف، فيول، قداش كلف، رواتب، وسلسلة رتب ورواتب، قداش كلف، ودعم، موازنات، ما في موازنات، بقينا اطمعشر سنة، نصرف على القاعدة الإثنية عشرية، ودعم الفيول، ودعم الطحين، خلصوا السبعين مليار، هلأ عم يطلبوا بعد، هلأ بعد عم يطلبوا، خلصوا السبعين مليار، هلأ، ساعتها هيدا الوفد الأوروبي اللي إجها، أنا بدي أفطرد بكرة، عرف كل القرش من الثلاثمائة مليون، وين راح؟ خلصنا، عال، السبعين مليار وين؟ ثلاثمائة هني ما دخلهم فيه، أبدا، مين بده حقق بالفجوة السبعين مليار؟ حيت حقق بالفجوة بسيطة موجودة، لا بدها تحقيق، نحن نجيبها، يا أستاذ، الفجوة لا بدها تحقيق، شو باتا؟ إذا بترجع، إذا بترجع، وين عطي مصرف لبنان، للدولة اللبنانية، بموجب قوانين، رجع الموازنت ياخي، رجع، كيف عاطية؟ حق الناس عند الدولة هو؟ مية بالمية، عند الدولة، مية بالمية، في مسئولية على المركزة؟ أكيد، في مسئولية على المركزة، على المصارف؟ مسئولية المركزية، ما قولنا فيه، في وقت اللي الذين يجب أن يقول لا، ولكنه ما بالقلبي يجب أن أن اقلوا فهو مصريات أو بالأحرص صرفون صرفون على العالم صرفون على العالم يعني صرفون بالمحل الغلط أنا بدل ما حط 30 مليار حق فيول روح على ألمانيا بقوله خي هاو دي 10 مليار جيب لي كهرباء بلبنين عشر 24 على 24 وإنت استوفي وأنا بدل ما أعمل أتوسترادات فيه أتوستراد بيكلف مليون بحط 10 مليون لا هذا التدقيق اللي بتعمله إيه بيبين معك وين راحه بعدين لك ما في شيء مخبه ما كل أرقام موجودة لما أنت أنت راجع إذا كنت أتحدثتك تسبيت سعر صرف الليرة الليرة ماكي لازم تضل الف وخمسة لالفين وتساطاعة حلق صارت ولاشي لو أنت جيد لأربعة وتسعين شوية شوية طلعت ع طريقة هدئة كنتو صلت هل كنتو صلت من الألف وخمسة للمية واربعين ألف برجع بقلك بأول حديث شو قلتلك أنا قلتلك وقت البلشت الحرب بالخمسة وسبعين كانت دولار بديرتين وربعة نعم بديرتين وربعة وكان في حرب اليوم بتعمل حرب دولار بمية واربين ألف الدولة اليوم مثل ما قلنا في شلل بكل القطاعات دهبت إلى زيادات رواتب مثل السلسلة وفي تضخف يا رات مثل السلسلة هتضرب بأربعة وخمسة ولكن ما في نتيجة أستاذ جام ما في نتيجة ما بقى تثبط أستاذ ما بقى تثبط لو شو ما عملت يوم أنت عم بتعطي رواتب مضروبي بأربعة النهار اللي بيبالشو يقبضوه النهار اللي بيبالشو يقبضوه رح يزير الدولار بميتين ألف شو بتعمل وهذا الدوامك بصرة في لبنان بعد معه سبعة مليار دولار لما نيخلصه شو بيعمل أعطينا بعد طبع عملي بكل بساطة أوكي منوبولي بطلق عن وراء المنوبول إلى حين كيف الخروج بدك الخروج بحل لك كيف لا نختم بهذا إعادة تكوين السلطة يعني رئيس جمهورية موضع ثقة شو ما عمل الناس توسق فيه حكومة موضع ثقة بتاخد صلاحيات استثنائية بتروح على مشاريع مبدعاء يعني بتجي بتقول أنت لأي شركة كهرباء بالعالم أنا رح إجي أعطيك الكهرباء باللبنان مقابل 20 مليار دولار تدفعي لي هني هلأ روح استلم الكهرباء باللبنان أنا هذي 20 مليار ببلش أسس فيهم بمشاريع استثمارية بس ساعتها ما بضل أنا بالكهرباء تحت رحمة المولد والفيول وشركة ما بتسوى ومعمل ما بيسوى وإلى آخره خيمة ما صار بالسلولار بأول ومش هلأ طب لاش أنت بالسلولار إذا ووصل آخر الشهر ما تفعت في طورتك بيقطعوا لك الخط لاش بالكهرباء أنه أنت مسموح إجوا قالوا مساء رح نعمل رح نعطي 60 مليون بس وليك ما نحسن الجباية طلع قال العبقري وليد وزير الطاقة شو طلع قال فشلت محاولات الجباية ما أنت مش عارب برا تفشل مين بيسترجي فوت على المخيمات عند الناس حين سوريين وغير مخيمات نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا أنا بدي أشكرك أستاذ جونف غالي رئيس تحرير الأخبار بالألبسي أهلا وسهلا فيك شكرا ويبقى لكم مشاهدين ومستمعين الشكر على المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة